تقاقت السياد الحوض الجاف نمواً في الإيرادات المالية بلغ 57 مليون ريال عماني وصاف ربح بلغ 12 مليون ريال عماني بإنهاية العام الماضي حيث نفذت الشركة عمال الصيانة لنحو 221 سفينة منها 190 سفينة للصيانة الدورية و 31 سفينة لتنفيذ مشاريع أخرى تضمن التركيب المعدات والمساعدات الملاحية الجديدة لتحقق بذلك رقماً تنفسياً في متوسط فترة إصلاح وصيانة السفن بلغ 14 يوماً مقارنة بمتوسط 18 يوماً في الأحواض الإقليمية الأخرى ومنذ طلاق العمليات التشغيلية للشركة السياد للحوض الجاف في عام 2011 تجاوز عدد المشاريع المنفذة أكثر من 1300 مشروع صيانة لأكثر من 550 عميلاً تجارياً محلياً وعالمياً من 45 دولة ترجمة نانسي قنقر